قضت محكمة جناية ميسان بإعدام المدان في قضية اغتيال جاسب الهيلج والد النشط والمحامي المغياب علي جاسب وذكر مصدر قضائي عن محكمة جناية ميسان أصدرت حكما بالإعدام بحق المتهم الذي قتل والد المحامي علي جاسب هذا وقتل جاسب في العشر من أذر الماضي على يد مسلح يستقل دراجة نارية يقودها شخص آخر في منطقة فلكة حي العاملة وسط المدينة وتمكنت مفارز قسم شرطة البلدة من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين في قتل المجني عليه أبو أحمد الهيلجي وإحالتهما إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم